وخلال استقباله رئيس البرلمان السربي أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمان مؤكدا تطلع مصر لتعزيز أليات التعاون الثنائية على الشطة الأصعدة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية ضخمة تقبل السيد الرئيس عبد الفاتح السيسي السيد إيفيتسا ديتشيتش رئيس البرلمان السربي وذلك بحضور الدكتور حنفي جيبالي رئيس مجلس النواب صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سيد الرئيس عبر عن التقدير تجاه مسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمان معربا سيادته عن تطلع مصر لتعزيز أليات التعاون الثنائي على شطة الأصعدة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية ضخمة من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية السربية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط كما أشهد السيد داتشيتش بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر تحت قيادة السيد الرئيس مؤكدا حرص سربيا على تطوير العلاقات السنائية في جميع المجالات وتفعيل أليات التعاون المشترك بين البلدين لسيما على المستوى البرلماني اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات السنائية خاصة في مجالات الصحة والطاقة والسياحة فضلا عن التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لسيما القضية الفلسطينية إلى جانب سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة فضلا عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية في ضوء مواقف سربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية